درسنا اليوم عن كتابة المتسلسلات الحسابية باستخدام رمز سيجما إذا علمتم أن المتسلسلة الحسابية هي 7 زائد 9 زائد 11 وهكذا وصولاً إلى 405 لاحظوا أنه للانتقال من 7 إلى 9 ثم من 9 إلى 11 يجب أن تضيفوا العدد 2 إلى الحد السابق إذن عليكم إضافة العدد 2 حتى تصل إلى 405 كم مرة يجب أن تضيفوا العدد 2 حتى تصل إلى العدد 405؟ اكتبوا المعادلة 405 يساوي 7 زائد 2 ضرب X هو عدد المرات التي يجب أن تضيفوا 2 إلى العدد 7 حتى تصل إلى 405 احسبوا قيمة X اطرحوا 7 من طرفين معادلة 398 يساوي 2 X اقسموا الطرفين على 2 إذن X يساوي 199 هذا يعني أنه يجب أن تضيفوا العدد 2 199 مرة حتى تصل إلى 405 تستطيعون الآن كتابة المتسلسلة باستخدام رمز Sigma هناك طريقتان للقيام بذلك الطريقة الأولى اكتبوا رمز Sigma أي المجموع ثم اكتبوا K تحت رمز Sigma أي عدد مرات إضافة العدد 2 ابدأوا بK يساوي 0 لأن الحد الأول هو العدد 7 أي لم تضيفوا العدد 2 بعد ثم اكتبوا 199 فوق الرمز وهو عدد مرات إضافة العدد 2 حتى تصل إلى 405 واكتبوا الحد الأول 7 زائد 2 ضرب K بجانب الرمز تحققوا من الحل إذا كان K يساوي 0 فالحد الأول يساوي 7 زائد 2 ضرب 0 ويساوي 7 وإذا كان K يساوي 1 فالحد الثاني في المتسلسلة يساوي 7 زائد 2 ضرب 1 ويساوي 9 وإذا كان K يساوي 2 فالحد الثالث يساوي 7 زائد 2 ضرب 2 ويساوي 11 وإذا كان K يساوي 199 7 زائد 2 ضرب 199 يساوي 7 زائد 398 ويساوي 405 هذا يعني أن الحل صحيح أما الطريقة الثانية اكتبوا رمز سيجما ثم اكتبوا K يساوي 1 تحت الرمز هذا يعني أن الحد الأول يساوي 7 زائد 2 ضرب K ناقص 1 ويساوي 7 زائد 2 ضرب 0 ويساوي 7 وإذا كان K يساوي 2 فالحد الثاني يساوي 7 زائد 2 ضرب 2 ناقص 1 ويساوي 7 زائد 2 ويساوي 9 وأخيراً اكتبوا 200 فوق الرمز وهو العدد الكل للحدود أو عدد مرات إضافة العدد 2 وبما أن قيمة K ازدادت بمقدار 1 عن الصيغة الأولى هذا يعني أن 199 تصبح 200 تحققوا من الطريقة الثانية إذا كان K يساوي 200 فالحد الأخير يساوي 7 زائد 2 ضرب 200 ناقص 1 ويساوي 7 زائد 2 ضرب 199 ويساوي 7 زائد 398 ويساوي 405 هذا يعني أن الطريقتين صحيحتان وهكذا انتهيتم من كتابة المتسلسلة الحسابية باستخدام رمز سيجما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر